أما الآن ينضم إلينا من بغداد العاصمة الخبير في مجال الطاقة الأستاذ مازن السعد أهلا بكم أستاذ مازن أستاذ مازن قرار أثار سخط الشارع العراقي ما هو الغرض من رفع سعر البنزين المحسن والممتاز بالتحديد على المواطنين أهلا وسهلا بكم رمضان مبارك عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وحقيقة أنا رأست بخبيرهم في الطاقات أنا متخصص في الطاقات المتجددة أهلا بكم وليس خبير الطاقة أنا مهندس استشاري للمعلومة ليس إلا تحياتي والكور بيزنز مالتي هو حقيقة الإدارة الذكية هذا القرار بكل أمانة أنه هو البنزين المحسن الدولة ما اطرقت إلى البنزين العادي اللي هو يمثل استخدام 90% من أصحاب السيارات والموظفين بكل أمانة وأنا أيضا رجل أعمال ما أخلي بنزين يعني بنزين محسن لأنه مكفيني هذا أبو الاعتيادي أساسا هي الدولة كان سعرها بـ 850 ونزلتها لـ 650 ليش أنا ما أعرف علما أنه الدولة تخسر فيه هذا البنزين لما تجيبه وتستورده اليوم سعر البنزين العالمي يسمونه عالي الأوكتاين أعتقد لا يقل عن 1 و 1 بالعشرة دولار يعني نتكلم عن 1600 1700 يكلف الدولة وهي النقل فالدولة جدت لتخسر يعني وبعدين من هو يستخدم البنزين المحسن بها ثني أنت نشوف سيارات كل سيارة قيمتها 70 و 80 و 90 ألف دولار أوكي وياخد دعم على البنزين هذا مو صحيح حسا ممكن سائق التكسي يدعم بدل ما ينباع للبنزين بـ 450 أنا وجنابش وكل المواطنين حقيقة أنه يدعمون هذه الفئة بعد أن تنظم وممكن ينزلونهم البنزين بدل الـ 450 ممكن يكون 350 أو 400 أما اعتراض على البنزين المحسن أنا أعتبر حقيقة ليس له حق أي شخص بكل أمان قاله ما الدولة تخسر فماكو داعي بالتالي نسأل ما الداعي لاتخاذ مثل هكذا قرار من قبل الحكومة يعني زيادة الواردات تقديل الخسارة وثالثا السيارات صارت بكل أمانة الشباب يعني عنده شغل ما عنده شغل يفرفر بالشوارع العامة على أتفه الأسباب لا يفكر يمشي نفسه لا يفكر ياخذ لوسيلة أخرى طبعا الدولة أكيد أكيد أكو خطأ كبير الدولة تتحمله بأنه الملف ضمن 20 سنة مالي نقل الجماعي صار عندنا به حقيقة سود تخطيط والدولة الآن حقيقة تخطط على أنه تعيد أمكانيات النقل الجماعي من خلال المترو من خلال الباصات من خلال أي طريقة أخرى تشتغل بها فهي حق للمواطن أن يعاتب الدولة أما الدولة حق لها تعاتب المواطن وكافي حقيقة يعني استغلال المال للدولة أنا سيارتي بـ 100 ألف دولار وأريد أخذ بنزين مدعوم هذه حتى حقيقة بها شك أخلاقي بكل أمانة يعني أنت ليش لا تعتاش على الدولة مصحيح أبو التكسي من حقه يعترض الموظف صاحب الدخل المحدود من حقه يعترض إذا كان يستخدم هذا البنزين الموظف الذي يادوب قدر هو وزوجته موظفين يأخذوا لهم سيارة بالأقصاط من رواتبهم من حقهم أما الشبكة الفئة الكبيرة الغالبة التي تستخدم البنزين المحسن إذا أنا وجنابش وقفنا في أي محطة بترول راح نشوف السيارات ماكو سيارة تستخدم بنزين محسن قيمتها أقل من 30 ألف دولار فأنا ليش أخاف على هذولي حقيقة نايس ميسورين ليش الدولة تتخسر أمامهم إضافة إلى أنه إذا قلت حركتهم فرصة على أنه يعني الازدحام ممكن يقل والازدحام بالأمانة أنا مهندس مدني وفي تخطيط المدن بأنه إذا صار عندك 10 سيارات أكثر من الحد الموجود ممكن هذه العشر سيارات تخلق لك ازدحام يأخرك نص ساعة إلى 3-4 ساعة لذلك يعني يجب أن يكون هناك تقنين في هذه العملية وحتى البنزين الاعتيادي بكل أمانة إذا البنزين الاعتيادي إذا أمطينا دعم لسائق التكسي وصاحب الدخل المحدود أنا مع هذا الموضوع وما في داعي أنه الدولة تتعم البنزين يكلفها 850 أو 900 ألف البنزين الحادي وتبيعها بـ 450 خلينا نسوي تاركت على الفئات التي تحتاج شركات النقل بكل أمانة أما الناس الميسورين دايش دا يدعمهم آنيو طيب كيف تنظرون إلى قرار الحكومة فتح مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية للشركات العراقية والعالمية قرار جدا جيد ومتأخر للأسف كان ممكن من 20 سنة أو 15 سنة نحن نستخدم هذا القرار الاستثمار وليس بالضرورة أن تكون شركات استثمار يجب أن يكون سطوح المنازل نقدر نرخصهم أيضا مؤسسات الدولة المستشفيات المعسكرات دوائر الدولة البنوك ما شاف ذلك كلها نقدر إذا خلينا على حقيقة على سطوحهم الطاقة الشمسية والعراقية تمتع بقوة سطوح شمس ومساحات كبيرة سنرفض الاقتصاد العراقي سنقلل من استيراد الغاز الذي يكلف الدولة سنويا 5 إلى 6 مليار دولار ويهلك الاقتصاد العراقي فأثناء ساعة الذروة من الساعة 8 الصباح إلى حد الساعة 5 أو 6 العصر هناك قوة سطوع كبيرة وخاصة في فصل الصيف فهذا رافض كبير جدا على الدولة أن تنظم بقانون وأسهل من تنظيمه حقيقة يعني ماكو موضوع جدا بسيط الخبير المتخصص في مجال الطاقة المتجددة الأستاذ مازن شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا